في هذا الفيديو رح نحل مشكلة رسالة الخطأ على الألعاب والبرامج خطوات مضمونة وبسيطة جدا سلام عليكم جميعكم يا حالكم شاء الله ديمون تكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم جمعة الخير رح يكون عن مشكلة الرسالة هاي اللي بتظهر قدامكم ملفة DLL مش موجود مفقود أو فيه مشاكل أوردي هو موجود ولكن عليه بعض المشاكل تيجي تفتح لعبة بتقولك أنه فيه رسالة الخطأ زي ما رح نشوف قدامنا على باب جي ستيم رح نفتح اللعبة نضغط عليها ضغطتين تواني بسيطة يا إخوان هاي المشكلة صارت معي بعد ما سويت مقطع يوم أمس عن تسريع باب جي ستيم للأجهزة الضعيفة وتشغيلها لأجهزة الضعيفة رح تلاقوا المقطع على القناة تظهر الرسالة هاي وبيتقولك أنه فيه عندك مشكلة هاي الملف يا إخوان هاي زي ما بشوفون قدامكم وهون عندكم كمان يقولك أنه لازم تعمله رينستول يعني تعمله إعادة تتبيت أو تحمله وتتبته من جديد هاي الرسالة مزعجة جدا بصراحة قبل نبدأ جمعة الخير أتمنى 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 إذا بتشوفون قدامكم على هاي الصورة أغلب نسبة مجاهدين قناتنا مش مشتركين يعني بيشوفون بس المقاطع وبيريحون فبتمنى إخوان تشتركوا في قناة القناة رح تلاقوا فيها كل شيء بيخص حلول لمشاكل الألعاب والكمبيوتر تسريع الويندوز تسريع الألعاب بإذن الله رح تلاقوا على قناتنا أول خطوة رح نسويها إخوان رح ننزل لوصفة الفيديو أو في أول تعليق رح نحمل بعض البرامج من مواقعها الرسمية عدنا حلين تحميل حزمة DirectX ولا نحمل الملف بنفسه أول شيء نحمل حزمة DirectX يخوان من موقع مايكروسوفت الرسمي ياخدنا لها إيصافها عدنا هون عدد بعد تقريبا 15 تانية عشان رح نستعمل حلين في هاي المشكلة يخوان الحل الأول هو حزمة DirectX ضرورية جدا أنك تبتها فيها بعض الأدوات وهي أصلا مكتبة ضرورية لتشغيل الألعاب وتشغيل البرامج ياخدنا للموقع الرسمي لموقع مايكروسوفت نضغط على Download في هذا المكان يبدأ التحميل بعدها نضغط على Open نحمل حزمة DirectX نيجي عند الخيار الأول I Accept Next نشيل علامة الصح من هون ونستنى يتم تتبيت حزمة DirectX يعني رح يتم تتبيتها بسرعة كبيرة جدا وما رح تاخد معاك أي وقت كبير أوكي بعد ما تخلص نضغط على Finish ونروح نشيك اللعبة ونشوف اللعبة رح تشتغل ولا لا زي ما تشوفون رح نضغط على PUBG Steam نشوف رح تشتغل اللعبة ولا لا ثواني بسيطة على حسب يعني ممكن يضبط معاك هذا الحل وممكن ما يضبط معاك لكن بالنسبة للرسالة اللي بتظهر قدامكم ممكن لو تبطت بحزمة DirectX تنحل معاك المشكلة الحل الثاني أخوان شو هو رح نرجع مرة تانية لموقع الإلكتروني نروح عن تحميل ملف الملف اللي عليها الخطأ ضروري جدا نتروح على الرابط هذا يا إخوان عشان يأخذك للموقع الرسمي لهاي البرامج ملفات DLL هندغط على الرابط جاهز يأخذك لهذا الموقع رح نحمل الملف على حسب انت بتستخدم ويندوز 64 بيت ولا 32 بيت رح تيجي هون ورح تعرف نوع الويندوز بتستخدمه بروبريتز في هذا المكان ونيجي عند خيار System Type هذا الخيار أنا مثلا عندي 64 بيت انت لو لقيت 32 بيت ماشي 32 بيت لكن أنا حاليا عندي 64 بيت فرح أنزل للأسفل يا إخوان عند 64 بيت هون 32 بيت لا أنا بدي 64 بيت هايو رح اضغط على download هون قدام 64 بيت استنى هون بعد التواني تقريبا 5 ثواني رح يتم اوكي هسا نحمل الملف يعني start الحجم يعني بسيط ما بيدكر حتى 50 كيلو بايت مدري مدري المهم في ملفين هذا الملف وهذا الملف التكسس ما عندنا به غرض ناخد هذا الملف copy this pc ونروح على C يا إخوان ننزل عند windows ورح ننزل عند خيار وملف اسمه system 32 هايو هذا الملف وننصق الملف في هذا المكان ونوافق على الاستبدال خلص نقلنا الملف يا إخوان نرجع خطوة الوراء ورح نيجي عند خيار size wo 64 هذا الخيار ولكن هاي الخطوة لا تسويها هسا خليها لبعدين لو ما اشتغلت اللعبة او البرنامج ليست فيه مشاكل تقدر ترجع لملف size wo 64 بالنسبة لمستخدمي windows 64 بيت لو تستخدم windows 32 بيت ما بتحتاج اصلا تسوي هاي الخطوة نرجع نضغط على باب جي ستيم مرة تانية ونشوف رح تشتغل ولا لا أوكي تواني بسيطة المهم زي ما اقتلكم لو ما اشتغلت ترجع الملف size wo 64 وتحط عليها الملف ولكن رح تشتغل بدون ما تسوي اي خطوة تانية بس تحط الملف في ملف system 32 واللعبة رح تشتغل معاك بدون اي مشاكل تواني بسيطة يا إخوان عشان اللعبة اصلا بتاخد شوية وقت عشان تفتح وهي هاي إخوان اللعبة فتحت معنا زي ما بتشوفون باب جي ستيم وهي هاللعبة شغالة يا إخوان بدون اي مشاكل او اخطاء الطريقة يعني سهلة جدا وبسيطة جدا ما فيها وما بتحتاج يعني كتير تعقيدات الرابط رح تلاقوها في اسفل الفيديو في موقع الالكتروني تروح يعني هون حزمة الـ DirectX او تحمل الملف بنفسه وتحطه على ويندوز سيستم 32 ورح تنحل معاك المشكلة اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح يا إخوان لا تحرمونا من لايكاتكم لهذا الفيديو عشان ينتشر يوصل الى اكبر عدد ممكن من الناس ايضا تشتركوا في القناة فعل الزر الجرس لو عندكم اي مشكلة اكتبوا ليها تحت في الكومنتات وان شاء الله هحاول اجواب عليها او اخصص لها مقطع مدلش غير ودعكم على ما ان شاء الله اشوفكم في مقطع ستولي ستولي قادم سلام عليكم ورحمة الله